بإشراف شخصي يوجه دونالد ترامب مسؤول إدارته لفرض عقوبات وممارسة ضغوط شديدة على إيران خلال الأسبوع القليلة القادمة وهي ما تبقى من ولايته الرئاسية موقع دايلي بيست ذكر على لسان مسؤولين أمريكيين أن ترامب أمر مستشاريه بالضغط على تهران ومعاقبتها بشدة خلال الأسبوع القليلة القادمة حسب الموقع الأمريكي فإن ترامب قال لبومبيو الأمر الأكثر إثارة في هذا الموضوع هو أن هدف إدارة ترامب من هذا الضغط لا يتمثل فقط بمعاقبة إيران وشر لاقتصادها بل لجعل الأمر أكثر صعوبة على الرئيس الديمقراطي المنتخب لإحياء المفاوضات مع تهران هو الدخول في اتفاق نووي جديد معها والحد من قدرة بايدن على العودة إلى مصاري 2015 وهذا أيضا حسب دايلي بيست المسؤولون الأمريكيون أشاروا إلى مجموعة خيارات تركها دونالد ترامب تحت تصرف إدارته الحالية بينها نظام عقوبات خانق على تهران وصمت مدروس حول اغتيال المسؤولين الإيرانيين مؤكدا على تجنب مواجهة يموت فيها الأمريكيون وتوفير الأجواء الاستخباراتية المناسبة لإسرائيل بأخذ زمام المبادرة في إشارة إلى أن هناك مزيدا من الاستهدافات بعد محسن فخر زادة ترجمة نانسي قنقر